ما زالت السلطات في إيران تعيش حالة من الصدمة والحرج والعجز عن تقديم تفسيرات مقنعة لعدة انفجارات وحرائق غامضة شهدتها مواقع نووية وصالخية وأخرى خدمية في مختلف أنحاء البلاد يفترض أنها محاطة بأعلى درجات الحماية ضد أي محاولات اختراق ما يعني القدرة على الوصول إلى أي مكان من الأراضي الإيرانية وفي أي وقت سلسلة من التفجيرات والحرائق زلزلت إيران التي لم تفق بعد من أزماتها الاقتصادية والصحية في ظل تفشي فيروس كورونا كان من أبرزها الانفجار الكبير الذي هز موقع خوجير لتصنيع المتفجرات العسكرية شرقية طهران تلاه انفجار بمشاءة طبية تابعة لشركة تون جويان للمواد البترو كيميوية لتأتي بعده الضربة الموجعة بالانفجار الذي وقع في مشاءة نوتونز النووية بالقرب من مدينة أصفهان والذي ألحق أضرارا فالحة بمعدات تدخل في صناعة أجهزة الطرد المركزي وتطويرها وعطل ما لا يقل عن خمسين في المائة من قدرات الموقع الانتاجية لتتوالى الأحداث في وطيرة متسارعة ولعل احتراق عدة سفن في ميناء بوشهر بحسب وكاية روتيرز لن يكون آخرها نشطون إيرانيون رجحوا أن الغرض من استهداف المواقع الاستراتيجية هو إضعاف الاقتصاد الإيراني وإجبار النظام على وقف تمويل الجماعات المسلحة وتغيير نهجه في الشرق الأوسط بينما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين إن لدى الإدارة الأمريكية أدلة تفيد بأن إيران التي لا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين نوويين تحاول الحصول على أسلحة نووية ولا تلتزم بتعهداتها الواردة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المرشد الإيراني علي خامنأي أقر بوجود صراع وصفه بالمزعج والمضر للرأي العام بين رؤساء السلطات في إيران لا سيما بعد وصول فيروس كورونا لمرحلة مأساوية على حد وصفه لكن معهد هندس الأمريكي للدراسات قال إن مواقع الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس التابعة له تتعرضان لهجمات بسبب سلوكيات وأنشطة وكلائهما المزعزعة لاستقرار في العراق والمنطقة في رسالة مفادها أن نظام إيران عليه أن يدرك بأن القتل بالوكالة سيكون له تكلفة ويبدو أن إيران تشرب من ذات الكأس الذي سقط منه شعوب المنطقة من خلال دعمها للميليشيات التابعة لها في العراق واليمن وسوريا ولبنان بداعي محاربة تنظيم داعش في الوقت الذي تعلن فيه محاربة القوات الأمريكية إلا أنها تسعى لزعزعة استقرار الدول المجاورة بحسب الخارجية الأمريكية التي قالت أن الوقت قد حان لتحقيق العدالة للعديد من ضحايا الإرهاب المدعوم من إيران